مرحب فيكم من جديد اليوم إن شاء الله راح نحكي عن بعض الفروقات المهمة ما بين Spike Legacy أو Spike App Virgin 2 وما بين Spike App Virgin 3 اللي نزل من فترة قريبة راح نحكي عن النقاط المهمة اللي سببت مشاكل للمستخدمين واللي ظهرت في Spike App Virgin 3 ما راح نتحدث عن كل إشي لكن عن بعض النقاط الحرجة أول شي خلينا نأخذ صورة عامة بالنسبة للموتورز والموفمينت كاتيجوري اللي موجودين بال Spike App Virgin 2 ما صار عليهم تغيير لو تلاحظوا هون في عندي بلوكات معينة وفنكشنز معينة كل بلوك بيعمل فنكشن معينة في ال Spike App Virgin 2 طبعا أنا لازلت أستخدم على جهازي الخاص Spike App Virgin 2 لأنه من وجهة نظري هو أفضل من التحديث الجديد التحديث الجديد في مشاكل وفي شغلات شالوها منه يعني صار عندي بعض الفيتشورز ملغيه بال Spike App Virgin 3 ورحنا على Spike App Virgin 3 أنا هون فاتحه عن طريق ال Online Editor تبعه راح نلاحظ أنه الموتورز والموفمينت كاتيجوريز حافظوا على نفس عدد البلوكات وحافظوا على نفس الفنكشنز لكن في بعض الخصائص التغتهم زي هليني أرجع على Spike App Virgin 2 وأجيب هذا البلوك كنا الروبوت يلث بكل بساطة نجيب هذا البلوك ونعطي الروبوت أمر Turn Right أو Turn Left هاي الخاصية ب Spike App Virgin 3 التغت لغوها طبعا ليش بعملوا زي هيك أنا من وجهة نظري هذا الموضوع هو Down Grade ومش مفسر ليش عمله زي هيك انت عندك خاصية قوية وممتازة رحت لغيتها بالتحديد هذا الإشي سيئ ثانية نقطة Spike App Virgin 2 رحنا تحديدا على More Movement والMore Motors سنلاحظ أنه في كثير بلوكات وكثير functions هاي الفنكشن وهاي البلوكات معظم هالتغى بال Spike App Virgin 3 زي ما أنتو شايفين معظم هالتغى استخدام Acceleration هاي الفيتشر التغت بدي أحكي عن ملاحظة جدا مهمة وراح تسبب انه ممكن الكود تبعك كله ما يشتغل والروبوت تبعك كله ما يشتغل يرجع على Spike App Virgin 2 في عندي كود هذا الكود نزلناه إحنا على الـ Group وظيفته أنه يخلي الروبوت يمشي بخط مستقيم طبعا ما رح أحكي عن الـ P-Controller هو الـ Concept المبني عليه هذا الكود لكن بشكل سريع هذا الرقم هو عبارة عن KB أو معامل التصحيح هذا الرقم يتغير تبعا لسرعة الروبوت وتبعا الروبوت وأبعاده طيب هذا البلوك اللي هو كيرفينج بلوك هذا البلوك ما بقبل قيم عشرية لاحظوا ما عندي قيم عشرية قيم صحيحة لو جربت أكتب مثلا لو جربت أكتب 15 بقبل بس 15.6 ما بقبل بروح بعطيني 100 فهذا البلوك ما بقبل قيم عشرية لهيك برمجيا لو رميت فيه برامتر حطيت جواته برامتر عبارة عن عدد عشرية رح يعطيني إرر لكن كان فيه خاصية جميلة جدا بـ Spike App Virgin 2 انه هذا البلوك بعمل راوندينج مباشرة بعمل تقريب للأرقام اللي انت بتحطها هون إذا خطيتها طبعا عن طريق معادلة بما أنا عامل يعني أنا حاطة معادلة هاي المعادلة مضروبة في برامتر له زيرو ناقص كل هذا البرامتر مضروب بواحد ونص أكيد رح يطلع عندي رقم عشري ببعض الأحيان طيب بالنسبة لهذا البلوك الرقم العشري مرفوض تماما اللي هو طيب ما كان يعطيني error بالـ Spike App Virgin 2 وليش لأنه هذا البلوك كان عنده خاصية كان يعمل تدوير للرقم لأقرب عدد صحيح ويمشي الكود ويشتغل الكود والأمور تماما نفس البلوك روح جربه على Spike App Virgin 3 رح يعطيك error مباشرة والكود ما رح يشتغل ورح تلاحظ انه الـ Metal Button صار لونها برتقالي لما تيجي تعمل Play طلع على الـ Metal Button رح تلاحظ أنه لونها برتقالي والكود ما بيشتغل والروبوت ما رح يتحرك ليش هون indication يحكي لك أنه في عندك خطأ بالكود طيب شو هذا الخطأ أنا كان يشتغل عندي نفس الكود على الـ Virgin السابقة ليش هون ما أشتغل لأنهم أزالوا خاصية الـ Rounding من هذا البلوك هذا البلوك لم يعود قادر أنه يعمل تدوير للرقم ويحولها لأرقام صحيحة فبس ما عليك إلا أنك تحط رقم صحيح ثنين أو واحد أو ثلاثة ويشتغل الكود بدون أي مشاكل النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هي نقطة مهمة جدا أنهم الـ Spike Company أو عفوا الـ Lego Company لما عملوا تطوير وتحديث للـ App عملوا تطوير للفيرموير نفسه يعني إذا أنا جبت Hub وفتحت Spike Prime Virgin 3 أنا منزلها على جهازي فلنفترض وفتحت البرمجية وعملت Update للهب على البرمجية الجديدة على الـ Virgin الجديدة هذا الهب لم يعد صالحا لأنه يشتغل على الـ Legacy App ما بتقدر تشتغل فيه على الـ Legacy App وغير هيك إذا كان عندك على الجهاز Legacy App Spike Prime Virgin 2 وكان عندك أكواد وإنت مخزن pieces of code كثيرة عشان تعمل missions مختلفة وروح تعمل تحديث للـ Virgin 3 كل الأكواد اللي عندك رح تنمحها كلها رح تروح فخليكم منتبهين لهذه النقطة حتى هما بحذروك لما تيجي تعمل Update بحكولك أنه كل الأكواد اللي موجودة عندك بالـ Virgin القديمة رح يتم إلغاءه وش طبعا طيب لو أنا عندي Spike Hub وعملت له Upgrade وصار يشتغل على الـ Virgin الثالث كيف ممكن أرجعه وعمله Downgrade بحيث سير يشتغل على Legacy App أو Virgin 2 هذا الاشي غير متاح على الـ Windows متاح فقط على نظام الماك لازم يكون عندك Mac Operating System عشان تقدر تعمل الـ Hub Downgrade الـ Windows فقط من خلاله بتقدر تعمل Upgrading للهض متمنى تكون هاي المعلومات مفيدة بالنسبة لكم أي حدا بواجه مشاكل مع الـ Virgin الجديدة يبعت لنا على الـ Group وإن شاء الله رح نساعده متمنى لكم كل التوفيق